أسعد الله مساكم بكل خير أهلا بكم إلى حوار المساء أربعة آلاف و أربعمائة عنصر أمني للحراسة والحماية و مواجهة الطوارئ أكثر من مائة و عشرين وحدة ميدانية للإطفاء و الإنقاذ و التدخل السريع ألف و ثمانمائة متطوع لتوزيع عشرة آلاف وجبة إفطار مجانية يوميا هذه بعض الأرقام عن الإجراءة التي اتخذتها سلطات السعودية في مكة المكرمة استعدادا للعشر الأواخر من رمضان حيث يزيد إقبال المعتمرين على العاصمة المقدسة رغم أن العام الحالي يشهد تراجعا قسريا في هذا الإقبال بسبب أعمال توسعة الحرم المكي العشر الأخيرة و أجواء رمضان في مكة المكرمة هو موضوع حوارنا هذا المساء مشاهدين ورحبوا بضيفنا في حوار المساء معي من مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة دكتور أسامة بن فضل بار ويمكنكم أيضا مشاركة في الحوار من خلال طرح سئلتكم و استفساراتكم على تويتر و فيسبوك بداية ورحبوا بضيفي من مكة المكرمة دكتور أسامة هلا بيك دكتور أسامة معنا في سكاي نيوز عربية وهذه الحلقة الخاصة من برنامج المساء نتحدث فيها عن العشر الأواخر من رمضان في هذا الشهر الفضيل بداية دكتور كيف مرت العشرين يوما الأولى و كيف كانت استعدادات و أيضا استعدادات للعشر الأواخر الواقع بالتأكيد أول شيء أشكر سكاي نيوز على هذه الاستضافة شهر رمضان في مكة المكرمة له طعم مختلف مرة العشرين يوما أو الليلة الأولى من رمضان سريعة كما تعودنا في هذا الشهر الفضيل الحمد لله نحن الليلة نستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان وهي ذروة الموسم كما هو معروف بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها مدينة مكة المكرمة نتيجة للظروف المشاريع العملاقة التي تعمل الآن في مدينة مكة المكرمة ومع ذلك هناك قبال كبير من الطائفين من المعتمرين من القاصدين أعتقد أنه حتى لا نستطيع أن نقول أن هناك انخفاض ملموس في أعداد المعتمرين نسبة الانخفاض بسيطة جدا كما لاحظناها نحن العاملون في مدينة مكة المكرمة الأجهزة الحكومية طبعا تخذت كافة الإجراءات من قبل شهر رمضان استعدادا لهذا الشهر فقط للحديث تحدثت أن هناك انخفاض ولو كان طفيفا البعض يراه يعني كبيرا حسب الطائفين وأيضا أعداد الذين يدخلوا إلى المملكة في هذه الفترة كيف تؤثر انخفاض هذا العدد على الأجواء في العمرة أيضا على احتياطات والإجراءات الإضافية التي تفعلونها بسبب عمال البناء الواقع كما ذكرت أستاذ الكريم هناك إجراءات احتياطية منها المطافة الاحتياطية والمطافة المؤقتة الذي أنتهت الجهات ذات العلاقة منه قبيل أيام بسيطة هذا المطاف سوف يغطي إن شاء الله النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية للمطاف بسبب الأعمال الانشائية التي تجري الآن في المسجد الحرام المشروع وهو مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف هو مشروع عملاق يرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف من 45 ألف طائف في الساعة إلى ما يقارب 130 ألف طائف في الساعة ولكن نظرا لطبيعة الأعمال الانشائية واختلاف مستويات المطاف الجديد عن المبنى القديم للمسجد الحرام هذا سوف يؤثر أن هذا الاستخدام لن يكون إلا بعد اكتمال المشروع بمشيئة الله بعد ثلاث سنوات ولذلك كان هذا الحل المؤقت باستخدام المطاف المؤقت وأعتقد أنه سوف يغطي الفجوة بإذن الله سبحانه وتعالى وجهة نظرنا أنه ليست هناك نقص كبير هذا ما نلمسه كعاملين في الميدان الإقبال ما شاء الله سواء من معتمرين من خارج المملكة العربية السعودية النقص جدا طفيف في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية ومعتمرية الداخل أيضا هناك نقص منهم ولكن الأعداد معقولة وتتماشى مع الطاقة الاستعابية للمسجد الحرام وللمطاف طيب دكتور سامة كانت هناك العديد من الشكاوة من الدول الإسلامية التي تم تخفيض تأشيرات إلى تقريبا نصف مليون تأشيرة فقط في هذه الفترة أنتم متى تتوقعون ولو نسبيا أن يعود العمل أو وضع الحرام إلى وضعه الطبيعي حتى قبل انتهاء هذه ثلاث سنوات الواقع أستاذ الكريم أنا كما ذكرت لك ليست هناك نقص في أعداد المعتمرين هناك تنظيم جديد بحيث أن يكون دائما عدد المعتمرين في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال فترة من الزمن لا يتجاوز النصف مليون معتمر في وقت واحد وهو تنظيم يتناسب مع الطاقة الاستعابية للمشاعر المقدسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فلذلك ليس هناك نقص هو تنظيم يجعل المعتمر يلتزم بجدوله نعم أعداد هذه التأشيرات متى سيعود إلى وضعه الطبيعي هل سيستمر إلى ثلاث سنوات إلى حين اكتمال هذه التوسعة كما ذكرت لك أستاذ الكريم ليس هناك انخفاض الدولة لن تتدخل في تخفيض أعداد ولكن كل المسألة هي مسألة تنظيمية الشركات والبلدان المصدرة للمعتمرين عليها أن تلتزم بفترة محدودة للعمرة هذه الفترة الموجودة ومجدولة مسبقا بحث أن يكون دائما في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة على أراضي المدينتين المقدستين نصف مليون معتمر بذلك لن يكون هناك نقص لو تستطيع أن تبرمج أعداد المعتمرين لن تكون هناك نقص حتى أثناء عمل المشاريع طيلة السنوات الثلاثة القادمة بمشيات الله طيب دكتور من ناحية اللوجستية هل وفرتم أمورا أكيد أنكم كل سنة توفرون أمور مثل الإقامة والأكل والشرب وأيضا النقل هل كانت هناك احتياطات خاصة إجراءات خاصة في هذا الموسم بما أنه هناك توسع الواقع أستاذ الكريم ليست هناك إجراءات خاصة هو تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين تتطور عاما بعد عام مدينة مكة المكرمة كبنى تحتية وكخدمات تتطور عاما بعد عام ما شهدته المدينة المقدسة خلال الأعوام الماضية من تطور في البنية التحتية وخاصة في البنية التحتية الخاصة بأداء المناسك يعني مثلا مشعر المسعى تم مضاعف الطاقة الاستيعابية لأكثر من أربع أضعاف من عام 2008 إلى عام 2010 يعني مشعر الجمرات بالنسبة لمسم الحج تم مضاعف الطاقة الاستيعابية حوالي خمسة ضعاف خلال الفترة من عام 2005 إلى 2009 فالمشاريع دائما تتطور الآن نحن في مدينة مكة المكرمة هناك خطة لنقل ما يقارب يعني الخطة مصممة لحوالي 20 مليون رحلة حققوا الزملاء المشرفين على هذا التنظيم أكثر من 18 مليون رحلة في منتصف الشهر إذن نحن فوق المستهدف بمشيئة الله سبحانه وتعالى هناك خطة لتطوير شبكة للنقل بالقطارات في مدينة مكة المكرمة وهذه الخطة يعني بدأت مراحل التنفيذ بمشيئة الله نحن وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيسها التطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على مشروع النقل العام على أول عقد من عقود هذه الشبكة في يوم 8 يوليو قبل رمضان بيومين مع شركة عالمية لإدارة المشروع ونتوقع إن شاء الله أن تتوالى عقود التنفيذ إتباعا خلال الشهور القادمة إذن ليس هناك توقف في المشاريع ولكن هناك تطور ملموس لخدمة القاصد إلى هذه الديار المقدسة طيب دكتور رسامة من ناحية أخرى يعني من أبرز مخاوف المعتمرين أو الحجاج في الأشهر القادمة بإذن الله هو مخاطر انتشار فيروس كورونا وأيضا الخوف من الإجراءات هناك هل هناك إجراءات قمتم بها مثلا احترازية للوقاية من هذه الأمراض وأيضا تعريف بها من خلال الحشودة الكبيرة التي تكون هناك أستاذ الكريم أنا أعتقد أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيان قبل أيام وقبل أكثر من أسبوع حول هذا الموضوع فيروس الكورونا يعني ليس بالمرض المخيف نحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله لدينا خبرة كبيرة كلنا يذكر الإشاعات والهاجس الكبير الذي كان لدي المسلمين قبل ثلاثة عوام حينما ما كان يسمى بحمى أو أمفلونزة الخنازير وقبلها السارس وقبلها أمفلونزة الطيور الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى دائما الجهود مبذولة من قبل الجهات السعودية المسؤولة وزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع دائما تتعامل مع هذه المواضيع ومع مواسم الحج بكفاءة وبخبرة وبإتقان مكنها بفضل الله من تكوين يعني أعتقد أنه خبرة وتجربة تراكمية طيب دكتور رسامة فقط إلى الآن منظمة الصحة العالمية نعم السنة هناك يعني ظروف خاصة بالنسبة لكورونا تعرف أنه فقط في السعودية أكثر من 38 حالة وفاة من هنا تنبع مخاوف الناس يعني بحسب المعتمرين أو الحاجين هل فكرتم في إجراءات احترازية مثلا هل هناك فحوصات إلى من يدخل أماكن المقدسة في هذه الأوقات التي تعتبر ذروة يعني العمرة أو الحج أستاذ الكريم هل تعرف أنه لدينا عدد الوفيات مثلا من حوادث السيارات ربما يعادل هذا الرقم الذي ذكرته أو أكثر يوميا هل تعرف أن لدينا من الوفيات من أمراض القلب ومن غيرها من الأمراض الشائعة أكثر من هذا الرقم أو أكثر بكثير يعني من هذا الرقم أستاذ الكريم هذا الرقم لا يمثل أن تتحدث عن حشود بالملايين أنا لا أجيب على مثل هذا السؤال ويجيب المختصين وأعتقد أن بيان منظمة الصحة العالمية الذي أكد هذا الأمر حول فيروس الكورونا وأنه لا يمثل بإذن الله أي خطر على صحة القادمين للمملكة العربية السعودية جيد طبعا دكتور سامة سؤالنا فقط لطمأنة المعتمرين والحاجين بإذن الله في الأماكن المقدسة يعني در مثل هذه المخاوف لديهم بالتأكيد أستاذ الكريم أنا أشكرك على مثل هذا السؤال ولكن أؤكد لك وأؤكد لك جميع القادمين للمملكة العربية السعودية أن المملكة دائما تتخذ من الإجراءات الكفيلة إن شاء الله أن تكون مواسم عمراء ومواسم حج ومواسم قصد للعبادة ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الأجهزة المختصة بدعم الولاة الأمر حفظهم الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا في هذه المواضيع طيب دكتور أسامة دعنا ننتقل إلى موضوع مهم أيضا أمنيا هناك حالة أمنية معينة خاصة في ظل المخاوف مرتبطة بالأجواء المشحونة في الوطن العربي في العالم العربي أيضا على الصعيد الإقليمي هل هناك إجراءات احتياطية أمنية قمتم بها؟ أبدا أستاذ الكريم ليست هناك أي إجراءات أمنية استثنائية نستطيع أن نقول استعداداتنا لموسم رمضان هي نفس الاستعدادات لأي موسم رمضان سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية المرورية أو من الناحية الصحية أو من الناحية الخدماتية نفس الاستعدادات لا تنسى أن الأجواء سواء كان فيما يسمى بظاهرة الربيع العربي هذه الظاهرة لها الآن ما يقارب من أكثر من عامين والحمد لله المملكة العربية السعودية ومدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة هي واحة من الأمن الوارف الظلال لكل قاصد لهذه الديار المقدسة طيب دكتور أسامة أيضا يعني موسم الحج على الأبواب أقل من شهرين أو ثلاثة شهور إلى الحج ما هي الرسالة التي تقدمونها للحجيج سواء في الداخل أو الخارج مع وجود هذه التوسعة وأيضا الظروف الخاصة للماك المقدسة هناك الواقع هي الرسالة عامة لكل الحجيج يعني نحن نرحب بضيوف ضيوفنا وهم ضيوف الرحمن أولا وأخيرا على هذه الديار لأداء نسكهم بأمن وبسهولة ويسر بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة يعني تقوم بجهود متواصلة من أجل أن تكون رحلة الحج ميسرة وسهلة وآمنة بالنسبة للمشاريع الاستثنائية كما تعرف أن هناك تنظيمات تم الإعلان عنها من قبل الأجهزة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأبلغت بها كافة الدول الإسلامية ذات العلاقة فقط للمقارنة أن المملكة حينما اقترحت التخفيض نتيجة لهذه المشروعات العملاقة وخاصة مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمشعر الطواف كان التخفيض بالنسبة للدول الإسلامية فقط 20% بينما كان التخفيض لحجاج الداخل 50% إذن إن كان هناك من رسالة وجهها فهي وجهها لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على ثراها بأن يخففهم بجهودهم عدم تكرار الحج خلال هذه الفترة وأن يتركوا الفرصة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية والذين يؤدون الفريضة لأول مرة أن يؤدوا فريضتهم وأن يؤدوا حجهم بسهولة وأمان طيب دكتور رسامة أخيرا كان هناك شكاوى من الكثير من المعتمرين بازدياد معدلات الأسعار وأيضا ارتفاع مستوى الأسعار في مكة المكرمة وأيضا في المدينة المنورة هل هناك رقابة معينة تقومون بها لتخفيض هذه الأسعار أو جعلها في مستوى متناول المعتمرين بالتأكيد أستاذ الكريم أنت تعرف نحن نعيش في المملكة العربية السعودية اقتصاد حر الاقتصاد الحر يعتمد على العرض والطلب إذا زاد الطلب على سلعة الماء وقل العرض يرتفع السعر فلذلك كل جهود الجهات ذات العلاقة هي أن دائما تضبط مستويات العرض والطلب بحيث يتحقق السعر العادل للسعر للسلعة أو الخدمة أنا أعتقد هذا العام إذا تحدثنا عن أكبر عنصر يمثل جانب اقتصادي مهم هو عنصر السكن في رحلة الحاج أو المعتمر هذا العام شهد انخفاضا في أسعار الفنادق والغرف حتى القريبة من المسجد الحرام الكثير من الفنادق بمختلف الدرجات أعلنت عن تخفيضات في هذا الأمر طبعا بقية العناصر وبقية الخدمات لا تمثل الوذن النسبي الذي يمثله خدمة السكن إذا كان هناك مثلا في خدمة النقل الجوي أو غيرها هذه تعتمد على أسعار عالمية وتعتمد على مستويات للوقود وغيرها التي تتحكم في مثل هذه الأسعار إن كان هناك بعض الغلاء أو في مستويات المعيشة وفي مستوى الأغذية أعتقد أن هذا سوف يشمل الجميع لأنه دوان لكن كما شهدنا وكما شهدت بعض الأوساط الاقتصادية أن هناك انخفاض في أسعار السلع الغذائية مما يعني إن شاء الله أن الرحلة سوف تكون في مستويات مقبولة من ناحية السعر بمشيات الله طيب دكتور سامة من ناحية أخرى هناك عشرة ألاف وجبة تقدمونها للمعتمرين أثناء شهر رمضان وفي العشرة الأواخر هل تنسقون مع هذه الجمعيات الخيرية طبعا يوميا هل تنسقون مع هذه الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تقدم هذه الوجبة الواقع هذا العشرة ألاف وجبة هذه فقط تقدم من مظلة واحدة وهي لجنة تسمى لجنة السقايا والرفادة وهي في مظلة أمارة منطقة مكة المكرمة هناك العديد من الجهات الخيرية التي تقدم العديد من الوجبات وجبات الإفطار سواء في ساحات المسجد الحرام أو في المساجد المنتشرة أو على الطرق في مدينة مكة المكرمة وفي غيرها من مدن المملكة العربية السعودية طبعا هذه الوجبات على مستويات متعددة ودائما تلتزم بمعايير صحية وآمنة للكافة المفطرين إن شاء الله على هذه الوجبات ما نشهده من خدمات متقدمة في قضية إفطار صائم في المسجد الحرام الذي تقوم عليه بالإشراف كما ذكرت لجنة السقايا والرفادة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف يعني ارتقت كثير الخدمة خلال العوام المنصرمة وهذا يؤثر للقاصد للمسجد الحرام وأيضا يؤثر للجهات المسؤولة عن النظافة والتنظيم في هذا المشعر شكرا لك على هذه المقابلة كان معي من مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة دكتور أسامة بن فضل ألبان نهاية حلقة اليوم حوارنا سيتجدد على سكاينيوز عربية وستكون عنوان حلقة الغد أزمة مصرا في بعدها الإقليمي بعد شهر من تظاهرات الثلاثين من يونيو ويمكن لمن فتت حوارات المساء العودة إليها على موقعنا www.skynewsarabia.com المساء وعدونا تجدد غدا في السادسة بتوقيت جرينتش العاشرة بتوقيت أبوظبي في أمان الله